عربية الاساء قررت لجنة الانضباط والاخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض غرامة مالية قاسية على عبدالرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة وفرضت اللجنة المذكورة غرامة مالية قيمة 20 الف ريال سعودي على حمد الله بسبب تغيبه عن المقابلة الاعلامية بعد مباراة فريق الاخير امام فريق سابق النصر يوم الجمعات الماضي برسم الجولة 20 من منافسات دور كأس الامير محمد بن سلمان وكان اللاعب المغربي قد سجل في تلك المباراة هدفا وتحصل على ركلة جزاء اشتركوا في القناة